اجتماعات متواصلة يعقدها التحالف الثلاثي لتدارس استحقاقات المرحلة المقبلة العقدة الأكبر تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية امتلاك أكبر الفائزين أكثر من نصف مقاعد البرلمان قد يغنيهم عن التحالف مع باقي الكتل في حال حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب الرئيس التواصل مستمر ليس هناك خلاف ما إلى ذلك نحن مشاركون وحلفاء استراتيجيين ولكن لهم مرشحهم ولنا مرشح هناك جدية وهناك حماس من قبل البرلمان العراقي في المضيب العملية السياسية من انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك تشكيل حكومة والخطوات الدستورية الأخرى عدم اكتمال النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة إصرار القوى المنافسة تشكيل حكومة توافقية قد يدخل مجلس النواب في أزمة دستورية الأمر الذي يدفع بعض الأطراف السياسية إلى التوسط بين الحزبين الحاكمين للإقليم لإيجاد تفاهمات ترضي جميع الأطراف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي تشترى دستوريا أن يكون هناك بموجب القرار أيضا للمحكمة أن يكون هناك ثلثين النصاب من مجموع سادة أعضاء المجلس وبالتالي هذه ربما ورقة سيعتمد عليها الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي في عملية تعطيل الجلسة الأولى وبالتالي سنصبح أمام استمرار عملية عدم الإيفاء بمتطلبات المناصب الدستورية المتبقية وهي منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء ويقف حلفاء الأمس أمام مفترق طرق باتجاه القصر الجمهوري توافق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح واحد قد يمهد لتفاهمات بين جميع الأطراف المتنافسة أحمد عرام العراقية الأخبارية بغداد